هلوو ازايكم عملين ايه يا رابطكنوا بخير زي مما وعدتكم انه انا يومي اللي اتنين هنزل فيديو جديد وهو هيبقى فيلوج روتيني في رمضان او اول شهر رمضان حاجة شبه كده نفست الوعد ولا ما نفستوش نفست الوعد فتنزلوا دلوقتي بقى تعملوا لايك وكمان تعملوا سبسكرايب في القناة ويتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة و اعرف ان ده لفت الترحب تلاتي حلوة اوكي انا بصور من بالليل علشان اخد اليوم من اول وقصوري لو في درنج اللايت بتاعك شايفينه واضح اهم حاجة انه هيكون شاكل واضح طبعا لانه الاضاءة جاية كده فدرنج اللايت معلم على وجهي كمان شوية هيبقى فيه صحور ان شاء الله فهدر معاكم من الصحور و بعد كده هنام اكيد وياه صحة تاني يوم بقى اكمل بقية الفلاج اول يوم ما جماعة بيبقى انتخه اول يوم في رمضان البط بقى والامامة والمحشي كل ملازة وطبو الفراخ وكل حاجة كل حاجة تفكروا فيها هتلاقوها على فطر اول رمضان فلازم انت بقى تلاقي نفسك متدروك كده تقول اليوم مش فاهم في ايه اللي بيتقال مين بيتكلم مع مين انت مش مركز انت فيه فيه حاجة كده فيه ناس بتتكلم كده وانت في عالم تاني اصلا فهو ده اللي كان حصير لي من شوية المهم الحمدلله فوقت من الغيبوبة مش عارفة همانشي الفيديو ده امتة ولا ازاي اصلا ولا الدنيا هتمشي ازاي بس متفعلة ويلو اللي سمانتوش لايك انزلو دلوقتي امانو لايك موسيقى 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 ده موسيقى ده كلها موسيقى ده على المكتب اه مرتبته من يوم لما كنت بعمل اللي هو البوليت جورنل وكمان حطيت حاجات كنت بدور على حاجة على الرسمة كنت رسمتها وضعت مني فكنت قلبت الدنيا وبدور ومعرفش ايه فحصلت كل الكركباء اللي انتم شايفينها قدامكم دي فطبعا اللي هيحصل للوقتي انه انا هحاول ان انا ارتب كل الكلام ده علشان في حاجات عايزة عمل لها انبوكسنج ايه طبع الجورنل والكلام ده فبصراحة متحمسة قوي ان انا اوراه لكم هتشوفوها كمان شوية المهمة طبعا ايه الايلام الخشب دي او الالوان الخشب ما بتبقاش اصلا على المكتب عندي كنت يوميها مطلعها وكده كمان الالوان الفلوماستر بردو ما بتبقاش على المكتب الجوهش والمائي والاكلارك بس اللي بيبقوا موجودين على المكتب ايه يوم اللاربع ان شاء الله عايزة ارسم معاكم رسمة بالألوان الأكليريك مش هرسم بقى حاجة عن رمضان كفاية كده بقى أجواء رمضانية خلاص زهيت كفاية حد كده ستوب بيبني ما تنسونيش من اللايكات بتاعتكم مشير بتاعكم لقناة بتاعتي دلوقتي هسيب لكم شوية من الكومنتات بتاعتكم على الفيديو اللي فات وانا برتب المكتب هنا لو عايزين الكومنت بتاعكم يطلع في الفيديو الجديد ان شاء الله ما تنسوش تكتبوا لي أي كومنت تحت خلونا نوصل الفيديو ده مثلا ميت كومنت انا هنا طبعا اخيرا خلصت بترتيب بتاع المكتب ويدلوقتي هعمل معاكم انبوكسنج للحاجات اللي وصلتني من شي ان الاردر داي جماعة من شي ان طبعا انا مش طلبة حاجات كتير طلبة ووشي تيب ومايك فما فيش كارتونة أو حاجة الاتنين دول اه الوشي تيب زي ما انا قلت لكم والمايك هنرجع بالاول لمايك عشان نشوف صوته عمل ازاي وبعد كده هرجع لكم ومش عارفة طوله قدل ايه بصراحة يمكن قدل معاي ايه بصوا انا لسه مش عارفة بصراحة بس حسة انه الكواليتي بتاعتي الصوت بغض النظر عن صوتي هتبقى احسن بالمايك ده بسوا كيوت قلبي همولك اول بوشيتيب على شكل تقريبا ده خوخ او مش مش حاجة شبه كده مكتوب عليه من ورا تاني حاجة على شكل تقريبا حاجة شبه كده حلويات يعني تالت حاجة عن كريز لا دول اتنين اول واحدة كريز تاني واحدة تقريبا دي قلوب ولا ايه انا مش شايفة قوي بعد كده الاتنين دول واحدة اناناس او كوميترا والتانية قلوب دي تقريبا او حاجة شبه كده مقرمشات دي تقريبا مقرمشات اخر واحدة لا مش اخر واحدة اللي بعد كده عبارة عن نجمة وكمان فيها كريز الحاجات دي تبقى حلوة قوي في الصيف يا جماعة بعد كده دي عبارة عن اه خوخ وعجبتني اوي 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 بعد كده دي طريقة عمل الايس كريم بتاع البطيخ حاطنلك تلجو مية وبطيخ وكده وبعد كده بتسقحهم فبيطلع ايس كريم بطيخ عجبني اوي الوشيتيب ده شكله عسل وكمان نيجي بقى للعلبة اللي بعد كده اول وشيتيب فيها هو عبارة عن ايام الاسبوع وحستتها شوية السين بتاعها كراصنة وكده مش هاري بوتر او كده اه بعد كده دي عبارة عن اه ارقام زي ما بقى لكم حسيت ان الموضوع ده كراصنة حتى الصور اللي موجودة اه تحسوها اللي هو كأنه كانت في سفينة قديمة واتكسرت ولقوم الصور دي موجودة وطبعوها على الوشيتيب ده اللي هو فنارة الاكلات اللي بيكلوه على السفينة الكتابة بتاعت الخطابات بتاعت القراصنة اه الخبن كلها السين بتاعها حساء اللي هو اه حاجات للقراصنة وحاجات للسفن اللي هي القديمة جداً مش في الزمن بتاعنا ده طبعاً عايز اقولكم انه العلبة دي من الوشيتيب فيها لونين لون باللون الاسود يعني وشيتيب باللون الاسود ووشيتيب برده باللون البني الغامق جداً 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 يا جماعة الدرجة دي عجباني قوي ممكن ما تبنلكوش هنا في الكاميرا لكن هي في الحقيقة باينة جداً وان شاء الله على الورق كمان ممكن ابقى اعمل اه بالوشيتيب ده اه اللي هو بتاع الفيلم بتاع القراصنة اللي هو بتاع جوني ديب جاك سبارو ممكن ابقى اعمله ان شاء الله ان شاء الله بعد كده هبدأ ان انا قعد اقرأ الجزء بتاعي بتاع القرآن انا طبعاً حطى لمتل نفسي اه كل يوم اقرأ جزء اه سباً بقى بالليل سباً بعد الصلاة اياً كان يعني الوقت اللي انا عايزة اقرأ فيه اول يوم طبعاً خلصت اول جزء اه النهاردة بقى هبدأ في تاني جزء وان شاء الله ان شاء الله اقدر ان انا اخلصه وقدر ان انا امتج الفيديو وانزل الفيديو وعمل كل الكلام ده مش عارفة يعني كل الحاجات دي هتخلص امتى النهاردة بس ان شاء الله اقدر ان انا اكمل بقية الفيديو واخلصه وانزله كمان في المعاد وبعد ما اخلص قراءة القرآن طبعاً انا مخلصتش كل الجزء خلصت بس سبع صفحات تقريباً او ثمان صفحات منه هقضي الوقتي ان انا اللون على الفنوس هتسألوني اسماء ليه طيب هتلون على الفنوس هو اصلاً يعني مش محتاج النواة يتلون عليه اقول لكم لا معلش الالوان الاكليريك دي مش هسيبها طوات كتير عايزة خلصها بقى بعدين مفيش فكرة اصلاً في دماغي يعني انا وانا بحضر الحاجة كده مفيش اي فكرة والله كأنه صحرة صحرة كده في دماغي بس ستيل عايزة ارسم ولاون حضرت اللون الموف طبعاً دماجت بين اللون الاحمر والازرق عشان اطلع الدرجة دي بعد كده هبدأ ان انا اشيل المادلية بتاعة الفنوس عشان طبعاً ما تتبادلش وما تتوسخش وطبوز لا انا عايزة اتبقى على جنب عشان بعد ما الفنوس ينشف اركبها تاني وعادي بعد كده هبدأ ان انا الون باللون الموف على اخر الفنوس من تحت الحتة اللي هي بيقف عليها الفنوس وعلى الحاجات الدوريات اللي من فوق بتاعة الفنوس اللي هي الدورية بتاعة العليقة بتاعة المادلية والحتة اللي تحتها بس الصيام دروخني تدركت ان انا ملانة ومش عارفة اعمل ايه فقلت ملون على الفنوس اللي متلون عليه اصلاً يلا بقى انا جبت ام 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 العيد في الرسمة اللي انا برسمها قدامكم دي بعد ترسم في الموضوع ده لحد لما الاداني الده وانا لسه برسم وبلون في الحاجات دي وفي الاخر بصراحة يقست وسبت وبقى ينشف كده على راحته وقلت ايه اروح اشوف ماما عاملة عصير ايه لات عاملة جماعة سوبيا اكتر عصير انا بحبه في الحياة كلها ان شاء الله الفلوج الجاي هبقى اعلمكم ازاي تعمله سوبيا في البيت واعلمكم كمان طريقة التمر الهندي علشان بحبه جداً بموت فيه بموت فيه فعلاً ويه كمان الكركة دي يعني بصوا الحاجات دي حلوة طبعاً انا هنا كنت احجيل شلل لمدة الثانية لانه الكوباكة هتتكسر ومش بس هتتكسر شايفين ايه دي هتتكسر جنب كل حاجات الرسم فانا هنا يعني حاولت اقول بقى خلاص خلاص ما حد تشاف حاجة ما حد تشاف حاجة بس هنزلها في الفلوج عادي المهم ننتقل بقى على الفطار ندخل بقى على الفطار الفطار هو جماعة ما تتفرجوش على الفيديو ده وانتو صايمين الفطار هو اول حاجة رز بالفول بالحبهان والقرفة حلوة اوي 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 تاني حاجة وهي البطة البطة والمرتة اللي هي البصلة بتاعتها يعني طبعاً انا بحب السيدرو بحب الورك اشطى انا دايسة في الاتنين تالت حاجة اللوبيا طبعاً الخضار انا بكتر منه لانه انا بحب يكون خضار اكتر من الرز واكتر من الفصل ذات نفسه سوى ان كانت لحمة او فراخ او بطة او اي ان كان واهم حاجة هي الشربة وهو ده الفطار ويصوماً مقبولاً وافطاراً شاهياً لنا كلنا اخر حاجة بقى في الفطار هي السامبوسة وبسيبها للاخر لانه انا بالنسبة لي يا جماعة السامبوسة هي التحلية طبعاً احنا هنا بنعمل سامبوسة بالجبنة الكيري والبقدونس بس النهاردة مكنش عاملينها وكمان بنعمل سامبوسة باللحمة المفرومة وكمان انا بحب سامبوسة بالكبدة بتاعت البطة او بتاعت الفرخة تبقى تحفة يا جماعة جربوها بجده هتعجبكم جداً فحاجة في منتهى الجمال يعنى اللهم اني صايمة طبعاً بمنتج الفيديو بس اجي الفيديو وانا صايمة اصلاً فمش عارفة اقولكم احساسي ايه وانا بتفرج على الكلام ده اكتبوا لي في كومنتات انتو كلتم سامبوسة ولا مكلتوش بعد طبعاً ما اخلص اكل هاقوم اتوضع عشان الترويح ويعلى فكرة انا بعد ما بشرب العصير أبدأ أن أصلي المغرب و أصلي المغرب الأول و بعد ذلك أصلي المغرب الأول لأنني لا أشعر أن أصلي المغرب فاللبس الذي ألبيه هو العباية و أيضا ترحى البينكي و أرجع لها لبستي لبستي لألشان أنزل أصلي الترويح لسه أكله و بجد ما عندي طاقة أنزل أصلي مفرهضة ولكن الآن يجب أن أذهب إلى الجامعة لأنهم بدأوا كما أنتم سماعين الصوت ورايا أخيرا وصلت و طبعا صليت العيشة و بعد ذلك هم يستنوا دقيقتين فصورت لكم أن أنا وصلت و أصلي الترويح و بعد ذلك أرجع البيت و نكمل مع بعض الفلوج أوكي وصلت البيت و أخيرا طبعا في حفلة تحت ملكوش دعوه بالصوت لأنه صوت مزعجي أنا عارفة بس ما شاء الله العيال ما بتنامش بتكمل عادي لحد الصحور أنا كنت كده على فكرة أنا صغيرة كنت بخلص الترويح و وعد لحد الصحور في الشارع و أصلي الفجر و بعد ذلك أطلع البيت عادي جدا نبصه طفولة مشوردة المهم إنه دلوقتي هتحلى طبعا أنا أكتر حاجة بحبها البتاعلي بالمانجا بالكريمة و المانجا دي بس شكلها مرهق شوية لأنه أنا طبعا المطلعة من العلبة لكن الحاجة اللي ما بتطلعها من العلبة بيبقى شكلها حل حاجتي أنا بيبقى شكلها يعيني ميتة بالمانظر ده المهم عايزة أرغي معيكم قبل أن أقفل الفلوج حبيت النهاردة أنه الفلوج يكون مفوش كلاكية كتير مش بعمل فيه حاجات كتير لأنه هو ده يومي في رمضان قبل الفطار ببقى مدروخة بعد الفطار ببقى مأنتخة ما بتفرجش على المسلسلات أنا حتى يعني عايزة أتفرج على الحلقة بتاعت هجوم العمالكة مش عارفة يعني هتفرج عليها ولا لا إنه أنا أخضع هذا على نفسي إن أنا متفرجش على مسلسلات طبعا أنا مش بتفرج على مسلسلات عربي يعني في العادي يعني برا الشهر بقيت السنة ولا بتفرج على مسلسلات عربي في رمضان ولا برا رمضان بس بتفرج على مسلسلات كوري بتفرج على مسلسلات أجنبي وأنيمي طبعا لو لاحظتم هتلاقوا الفانوس اللي أنا معمدش فيه حاجة يعني الفانوس أنا مزودتولوش حاجة ولا مقص فيه حاجة بس قبل الفتار كده صار بيجي لغباء أنا من الناس اللي بيجي لغباء كده قبل الفتار ما ببقى مش عارف أنا بعمل ايه ما ببقاش مسؤول عن ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم عن فيديوهات الرسم قناة رسم لسه بدء احوار البوليت يورنال ملاحظة ان انتم حبيته بسرعة فشكلانا هنكتر فيديوهات للبوليت يورنال عايز اقولكم برضو على حاجة الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى فيديو جولة في مكتبي اوكي هي دي الحاجات اللي انا كنت عايزة ارغي فيها فبس كده نصيحة مني متتفرجوش على الفيديو ده وانتو صايمين المهم ان لو اعجبكم الفيديو بتنسوش تعملوا لايك وكمان تعملوا سبسكرايب في القناة ويتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة ويتعملوا لي فولو على الانستجرام وكمان تكتبوا لي كومنتات تحت اي اكتر حاجة حبيتوها في فيلوج النهاردة و اي اكتر نوع حلويات بتحبوه اريدي عرفوني عشان نشوف احنا شبه بعض ولا لا متنسوش تعملوا شير للفيديوهات بتاعتي على القناة ويبس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام